السلام عليكم الداري أتمنى تكونوا باخر صحة لكم زيانة كل شي هو ذاك آمين حاريش نجم المنتخب المغربي إيامات رونار يلاعب معنا كأس العالم بروسيا قالت صريح صراحة وخرج على الصمت ديالو بهال الكلام اللي قالوا ودوا على زياش ومزراوي وكيفش انهم كتظلموهم في المنتخب مع المدرب مهم الخوط نبدوا بشنو قال قال اللاعب تشاركه المعار لأولمبيك مارسي آمين حاريش أنه يأمل في العودة لتكثل المنتخب المغربي استعدادا لهياش كأس العالم بقطر متمنين باستدعاء لعب كبار مثل حاكيم ومزراوي بحيث قال في مقابلة مع موقع دوفان لبغي الفرنسي هذه الكلمات أفتقد للذهاب إلى المنتخب لا أدلي بهذه التصريحات لأنني رأيت أنهم تأهلوا ولكن لأني أريد فقط أن ألعب كأس العالم لو كان بإمكاني الحضور إلى جميع تجمعات التدريبية لكنت قد أتيت كانت هناك أشياء وقرارات لا تعتمد علي وحده لكن إذا كنت في هذا المؤسس فأنا آسف لكن سيكون من غير المفهوم بالنسبة لي ألا أكون هناك مع المنتخب وختمت الصريحة دولة زياش ومزراوي من المؤسس في الاستغناء على اللاعبين جيدين جداً مثل زياش ومزراوي وأنا هناك أربعون مليون شخص سيكونون وراء أنا إن حرمناك من هذه السعادة أمر محزن على الجميع أن يضعوا غورهم جانباً ونستمتع معاً يعني فالصريحات كانت محترمة لكيف نفس الوقت فيها رسائل واضحة لمن خلوزيتش اللي بطبيعة حالتيش واضح ما على بالوش يمشي المونديال بأحسن فرقة لكن هو بغي فقط يمشي المونديال وصافي در نتيج عادية ورجع بحالته ويأخذ الأموال شهرياً وسنوياً لكن باش نديروش شي حاجة هدي محاشوش عند خلوزيتش بحيش أنك باش يمشي المونديال أو الكاسة فريقية خاسك تدي أفضل اللاعبين عندك وتفادى جميع الغرور والمشاكل اللي عندك من اللاعبين وتحاول تصالح معاهم كم مكان ذرو رونارش حالة دي ملي كان باش نقول قجاع لهولندا باش يصالحهم مع الزياش كم معاقلين اشتبلكون في شنوقها الحالية شكراً